اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس نواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ان المساواة بين المرأة والرجل في مملكة البحرين تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص كعقيدة راسخة وركيزة اساسية من ركائز المشروع الاصلاحي الشامل الذي جاء به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وذكرت معاليها ان مملكة البحرين وضعت الخطط والاستراتيجيات واقامة المؤسسات والجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة وفي مقدمتها المجلس الاعلى للمرأة والذي تقوده صاحبة السمو الملكي الامير سبيك منت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله حيث ساهمت سموها في جعل البحرين سباقة في ايجاد مبادرات نوعية فيما يتعلق بقضايا المرأة جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب ضمن الاجتماع الافتراضي للقمة الثالثة عشر لرئيسات البرلمانات والتي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي بتنظيم من جمهورية النمسا فيينا خلال الفترة من السابع عشر إلى الثامن عشر من شهر أغسطس واستعرضت معاليها تجربة مملكة البحرين في دعم المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأضافت معاليها أن العلامة الفارقة في مسيرة مملكة البحرين في هذا الاتجاه أنها لم تكن مبادرات طارئة بل رؤية متكاملة وشاملة لا تعطلها الظروف الاستثنائية لذا وجدنا مع بداية جائحة كورونا كوفيد تسعة عشر صدور توجيهات ملكية سامية لتطبيق العمل من المنزل للأمهات العاملات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري إضافة إلى مبادرات صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدة لدعم المرأة البحرينية حيث أثمرت حملة متكاتفين عن تقديم الدعم الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على التوفيق بين مهمها ومسؤولياتها الوظيفية وواجباتها الأسرية مما لا شك فيه إن التجارب الناجعة تمثل أقصر الطرق للوصول إلى أهداف المرجوة لذلك أضع بين أيديكم ملامحة وإضاءات للجهود التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن فقد قامت فكرة المساواة بين المرأة والرجل على مبدأ تكافؤ الفرص كعقيدة راسقة وركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي جاء به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وقد وضعت على إثر ذلك الخطط والاستراتيجيات وقامت المؤسسات والجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة الذي تقوده سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله حيث ساهمت سموها في جعل البحرين سباقة في إيجاد مبادرات نوعية لم يسبق أن طرقتها دول العالم أصحاب المعالي والسعادة إن ثمرة المساعي في مملكة البحرين اليوم واضحة وجلية فكانت الجهود في بداياتها تتحدث حول نفوض المرأة البحرينية ثم تمكين المرأة أما اليوم فنحن نتحدث عن تقدم المرأة البحرينية في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واقعا يشهده الجميع